وزيرة الثقافة بتتفقد مركز الحرف اللي في الفسطاط مصر القديمة مصر عتيقة تقري انته فيلم الى احمد كان اسمه احمد ايه احمد عبدالسلام اسمه كان مش فاكر كان اسمه ايه الى احمد قاتل بدير النحاس احمد ابراهيم حتى كانت بنته بقى السغنطوطة كده لايه بنت العمات حمدي طبعا ما حفظ الالقاء انت ساكنة فين يا شاة قلت له مصر عتيقة بنوت السغنططة كده مهم فبيتعامل ايه هناك بقى الوزيرة خدت بعضها راحت تتفقد مركز الحرف بالفسطاط بس كده لا الموضوع لبعد اخر ايه هو البعد الاخر الوزيرة عايزة تاخد المنظومة دي وتبدأ تشتغل بيها على انه يبقى فيها استثمار فيبقى في عندنا نسق استثماري رائع جدا اللي بيحصل هناك يعني مركز الحرف في الفسطاط وانتو شايفين هنا بقى الشغل ايه يدوي 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 يعني الشغل بتاع زمان الناس دي الفنانين اللي اديهم تتلفف حرير دول مش ناس عادية زي ما انت شايف كده بص القصة بتبدأ ازاي لوحة على الورقة ورقة وقلم وتتاخد اللوحة اللي على الورقة تتحط على حتة النحاس وييجي الراجل ابو ادين تتلفف دهب وقلماز ويقوت ومرجان يشتغل باديه علشان خاطر يطلعلي حتة نحاس تبقى اسمها صانية يطلعلي شاكمجية خشب وصدف زي ما انت شايف تطلعلي حتة خشب من اللي بالك فيها الحاجات دي بتبقى غالية جدا قوي خالص خالص فلما انا اخد ده يعني انا كنت حتى عايز الدكتور هاني ابو الحسن يبقى موجود معنا على التليفون بس انا يعني كنت احب ان احنا نسمع منه وقدر الامكان هو الدكتور هاني هو اقف مع جنبه مع الوزير عموما حاضرا غائبا يا دكتور هاني المهم فاللي احنا عايزينه هو انه او اللي عايزاه وزيرة الثقافة عايزاه انه احنا نبدأ نخش فيه مرحلة التسويق لهذه الاعمال في الداخل وانه يبقى فيه عندنا خط استثماري انا مش بقولك خط انتاج بالمناسبة القصة مش في خط انتاج الشغل اليدوي ما ينفعش يتحول لخطوط انتاج كمي ما ينفعش لانك في هذه الحال هتطلب كميات ضخمة جدا والكميات الضخمة جدا دي بالشغل اليدوي اللي يتقل بالدهب واليقوت والالماز والمرجان وكل مقتنيات مغارطة علي بابا ما بيبقاش انتاج كمي خالص بس ده بيبقى انتاج غالي قوي يعني الحتة اللي في ادينا الرجل الفنان العظيم اللي كان بيشتغل على حتة النحاس ده دي بتتبع برا ألوفات ده مش مبالغة انا بتكلم بجد مش زار ألوفات ده شغل يد معروفة أي شيء يدوي غالي حتة خشب مشغولة يدوي غالية حتة شغل صدف يدوي شغل الخيامية العظيم ده شغل يدوي الإبرة والفتلة تفضل تشتغل بمنتهى الدقة فاتطلع لك لوحة بديعة كلها بالقماش وإبرة وفتلة عملها فنان عظيم عظيم بالمناسبة دي أهمية انك انت تبقى عضو منتسب في الجمالية